يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة هندخل في الموضوع مباشرة أو هندخل في المشكلة على طول النهاردة بنتكلم على النهايات أخلاق أنا بصراحة بشوف الجملة دي في البوستات بس بشوف الجملة دي في تلقيح الكلام من طرف لطرف بس هي بتكتب بس النهايات أخلاق طب إحنا بقى عملنا ده يعني إحنا وصلنا النهايات دي إن هي تكون فعلا بأخلاق بص أنا أجيب لكم القصة من أولى هو ده موضوعنا طبعا النهاردة بس القصة يا سادة يا كرام كلقاتي اتنين حبوا بعض اتجوزوا وتخطبوا ذكريات والقلوب بقى القلوب مرسومة طول الوقت اتجوزوا خلفوا الحياة كلها تلاهي ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة ولحظات فرح وأمل وأحلام بتتحقق ولحظات انكسرات وحزن وهم الحياة كلها مش بتمشي على وطيرة واحدة طيب الحياة وقفت على كده حصل بإنا مشاكل مش قادر أكمل زهوة مش قادر يكمل انا ما بقتش حاسة ان انا قادرة قدي في العلاقة دي انا ما بقتش حبا زي الاول لا دا عمل تصرفات خليتني كرها نهائي ايا كانت الاسباب اللي وصلتنا للانفصال احنا وصلنا لنقطة النهاية احنا النهاردة كده في نقطة النهاية النهاية دي هكون ايه؟ هل النهاية دي هراعي فيها العشرة والذكريات الحلوة والعيش والملح ونحط عشرين خط تحت العشرة العشرة الايام والليالي والسنين والتضحيات والفرح كل حاجة حلوة عشناها هل بتبقى قصاد عيني وانا بسيب وبنهل علاقة؟ الكلام النهاردة مش للرجالة بس والله للستات وللرجالة لكن انا بشوف ان الست لما بتاخد قرار الطلاق بتكون فكرت فيه ستة الاف مرة عمرها ما بتجرؤ على قرار زي ده غير لما تكون فكرت من جميع النواحي ليل ونهار ليل ونهار بتشتغل بتفكر بتاكل بتفكر بتأكل عائل بتفكر بتعمل طول النهار بتفكر في القرار الكبير قوي ده انا بلاقي ساعات رجالة بيبقوا القرار ده بنزمالهم سهل ساعات بياخدوا القرار ده في لحظة عند في لحظة تحدي في لحظة كبر إيه دا أنت مش عايزاني؟ يلا بالسلامة ولا أنا كمان عايزك ما بيفكرش هو عمل إيه عشان توصل للنهاية دي برضو دا مش موضوعنا النهاردة أنا هتكلم على النهايات إزاي تبقى بأخلاق حلوة هي النهايات يا إيمان فيها أخلاق آه والله فيها أخلاق النهايات لازم تبقى بأخلاق إنتوا عارفين القصة برضو المشكلة في إيه؟ المشكلة إن ست أول ما بتتكلم في حقوقها بتبقى ليلة الأصل إيه رأيكم بقى؟ يعني بتفضل الست سكتة سكتة وإحنا مش نقدر نكمل طب إنت هتتعدل؟ لا مش هتتعدل طب أنا أكلمتك في المشكلة دي عشرين مرة وإنت برضو نفس الحكاية بتتصرف على نفس التصرفات الست بتفضل تنبه بتدي إنذار كده قبل الانفصال عايز أقول لكم بكتير قوي سنة سنتين ما تعدوش بتفضل طول الوقت تنبهه أنا همشي أنا همشي أنت مصمم ومصر أن أنت تزعلني مصر أن أنت تهني قدام أهلك مصر أن أنت تكسر شخصيتي وتصغرني قدام صحابي بتفضل تحكي 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 إن هي ماشي طب قررت خلاص الماشي أنت مش عايز تتغير وأنا ماشي أنا هجي على قلبي وعلى كرمتي وعلى كل حاجة ومشي المشكلة بقى هنا بجد المشكلة الكبرى بتفضل الست دي والله دي أصيلة والله دي استحملتني والله دي شلت كتير معايا والله دي عملت وعملت لا 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 دي أمر أول ما تقوله أنا عايزة النفقة عايزة حقوقي عايزة الفلوس مثلا أنا ساعدتك بي أن أنت تعمل المشروع حقوقي عموما كست أول ما بنتكلم في الحقوق أول ما بنتقلب تبقي ست مش قصيلة إيه دا إيه دا إيه دا أنت بتعيرين إن أنت ساعدتيني إيه دا إيه دا إيه دا هو أنت عشان إدتيني معرفش إيه طب ما أنت إدتيني بمزاجك وهب العند والكبر واستنكار المعروف فيه الحتة دي مهمة قوي يعني أنا عشت معاك بميورد الله وعملت معاك معروف كبير قوي في حاجات كتير استنكار المعروف دا اللي هو فجأة الست تحس إنه ما عملتش حاجة خالص فبلاقي بقى التلقيح والخناقات والمحاكم وده قال ودي قالت والسوشال ميديا بقى تشتغل أنت قليل الأصل لا أنت اللي ما قدرتيش لا أنت معرفش إيه عارفين ليه عشان إيه ما بنعودش قاعدة حلوة وندي حقوق بعض ندي حقوق بعض عارفين لو الراجل جيه في الانفصال أنت حقوق إيه طبعا دا أنت دا أنت يا ما شلتيني دا أنت عملتي معايا حاجات حلوة كتير دا فيه بيننا عش وملح ستات ما بتسمعش الكلمة دي خالص في الانفصال هو بتسمع أن أنت نيكادية وانت بتغيري وانت بترقبيني وانت بتعملي وانت بتعملي وانت السبب أن أنا أخونك وانت السبب أن أنا أعمل كده وكل هي بتطلع كل حاجة فيها وحشة ما بتسمعش مثلا لا أنت كاتر خيرك ودي حقوقك ولازم تأخديها من هنا بقى من هنا هل الست لما بتطلب بحقوقها أو بتكلم في عيوب العيوب اللي خلتني أن أنا أتطلق أو أنفصل ما بتاخدش حقوقها وهب فجأة بقللت الأصل وبتنكر الجميل ودنكر كل حاجة ولا لو الراجل قد حقوق الست وكرمها وقدرها وقال لها قد إيه الحلو لإيه عملته ما نلاقيش ألفاظ ولا أخناء ولا كل المشاكل بنشوفها في النهايات النهايات الحلوة أو النهايات الوحشة depend على الراجل ولا الست من وجهة نظار كونتو طبعا والنهار دا هنتكلم في الموضوع دا ونعرف إيه السبب اللي بيخلينا نسب في بعض ونقطع في بعض ونتخانق قدام الناس في المحاكم إيه السبب إن إحنا بنوصل لنهايات غير أخلاقية بالمر موسيقى موسيقى